بسم الله الرحمن الرحيم ونحن في الجزء الأول الوحدة التاسعة درس المساواة الحق الدرس التاسع والخمسون هذا الدرس إخواني يتكلم عن هذا التدريب وهو اجعل الكلمات التالية مفعولا مطلقا مؤكدا مرة هذا الجزء الأول ومبينا للنوع الآخر ومبينا للعدد ثالثة في جمل من إنشائك يعني في جمل من صنيعك كما يقال طبعا لدينا مجموعة من الكلمات هذه الكلمة الأولى وهذه الكلمة الثانية وهذه الكلمة الثالثة وهذه الكلمة الرابعة سنبتبها هنا كجمل من إنشائك أخي أو أختي المباركة طبعا هذا الجزء حقيقة نحن توقفنا فيه في اللقاء الماضي وشرحناه لكن حبيت أن أذكركم فيه حتى ننطلق بعد معونة الله سبحانه وتعالى في الدرس الذي يعتبر هو درسنا هذا اليوم نبدأ بسم الله الوحدة التاسعة الدرس الستون فهم المسموع القسم الأول استمع إلى القسم الأول ثم أجب عن الأسئلة المساواة الحقة قال أبي بن كعب لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما يا أمير المؤمنين أنصفني من نفسك واجعل بيني وبينك حكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيني وبينك زيد بن ثابت فانطلق أبي وعمر إلى زيد وعندما وصل إلى مجلس زيد أشار زيد إلى عمر ليجلس في مكان يناسب الخليفة وأعطاه وسادة ليستند إليها قال عمر لزيد بدأت بالظلم يا زيد لقد حضرنا إليك لتقضي بيننا هنا أشار زيد إلى المكان أمامه وقال إذن ها هنا يا أمير المؤمنين جلس أبي وعمر أمام زيد استمع زيد إلى شكوى أبي بن كعب في قطعة أرض فلما انتهى من عرض قضيته قال له زيد أريد شاهدين عدلين قال أبي ليس عندي شاهدان قال زيد لأبي اعف أمير المؤمنين من حلف اليمين سأل عمر زيدا أهكذا تقضي بين الناس كلهم قال زيد لا قال عمر فاقضي بيننا كما تقضي بين الناس يجب أن يكون أمير المؤمنين وعمة الناس عندك سوا قال زيد إذن احلف يا أمير المؤمنين فحلف عمر قائلا والله الذي لا إله إلا هو ليس لأبي حق في هذه الأرض فقضى زيد بالأرض لعمر رضي الله عنهم جميعا طيب استمعنا قبل قليل إلى هذه الفصة الجميلة التي تتكلم عن المساواة في المسألة القضائية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقف أو يجلس أمام زيد لي وأمام يعني كمن يريد أن يأخذ حقه سبحان الله كما سمعتم هذه القصة طبعا ما المطلوب مننا أيها الكرام المطلوب مننا في التدريب الأول يقول رتب الأحداث كما جاءت في القصة رتبها كما جاءت في القصة طبعا هذه الأحداث زيد يستمع إلى شكوى أبي عمر يطلب من زيد مراعاة العدل أبي وعمر يذهبان إلى القاضي عمر يحلف أمام زيد زيد يطلب من عمر الجلوس في مكان أفضل ما رأيكم يا كرام في ترتيبها ما الأول ما الثاني ما الثالث وغير لنقول أن الأول نعم أحسنتم الأول هو أبي وعمر يذهبان إلى القاضي هذا أول ما ذكر في النص باستماع بعد ذلك زيد يستمع إلى شكوى أبي لنرى ذلك أحسنتم الجواب الأصح زيد يطلب من عمر الجلوس في مكان أفضل طيب بعد ذلك أحسنتم بعد ذلك زيد يستمع إلى شكوى أبي بعد ذلك عمر يحلف هو الأخير أما قبل الأخير الرابع عمر يطلب من زيد مراعاة العدل وأخيرا كانت أن عمر سيدنا عمر رضي الله عنه يحلف أمام زيد إذن بهذه الطريقة كانت واردة كما يقال في النص نكمل أيها الكرام نكمل بارك الله لنا ولكم إن شاء الله فيما غطينا من العلم هذا التدريب الثاني له امتداد بالنص يقول أجب مما سمعت عن الأسئلة التالية باختصار وهذه سأتركها لكم في المنزل تواجب تكملونه بعد أن تستمعون بشكل كامل أيضا التدريب الثالث يقول اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة وهذه هي الدائرة حول الحرف المناسب طبعا لدينا ثلاثة صاحب الشكوى هو هل هو عمر أو أوبي أو زيد أيضا جلس عمر بجانب زيد بجانب أوبي أمام أوبي هذه كما ذكرت لكم سأتركها لكم أيضا واجب عليكم في المنزل بعد أن تستمعون مرة أخرى إلى النص حتى تعزز كما يقال تعزز الفهم لديكم طيب سنكمل أيها الكرام استمع إلى القسم الثاني ثم أجب عن الأسئلة من صور العدل في الإسلام بينما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في مجلسه وقف رجل من أهل مصر قائلا يا أمير المؤمنين جئتك من مصر أطلب عدلك قال عمر أهلا ومرحبا ما أمرك قال المصري سابقت ابن الأمير عمر بن العاص فلما سبقته ضربني بصوته قائلا خذها وأنا بن الأكرمين أرسل عمر بن الخطاب رسالة إلى عمر بن العاص قائلا فيها إذا أتاك كتابي هذا فاشهد موسم الحج أنت وابنك ثم قال للمصري أقم معنا بالمدينة حتى يأتي عمر وابنه في موسم الحج بعد الحج زار عمر بن العاص وابنه عمر بن الخطاب وكان معه في المجلس المصري سأل عمر بن عمر بن العاص لماذا ضربت هذا الرجل لم يجب ابن عمر فرمى عمر بالصوت إلى المصري وقال له اضرب ابن الأكرمين فأخذ الصوت وضرب ابن الأكرمين بعد أن أخذ المصري حقه قال له عمر والآن اضرب عمر بن العاص فقال له المصري لقد ضربت من ضربني ثم التفت عمر إلى عمر وقال له متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا طيب ما شاء الله تبارك الله قصة أخرى من قصص بطل الإسلام عمر بن الخطاب وتحقيق العدل والمساواة حتى من ابن والي مصر طيب نستمع كما استمعنا قبل قليل نأتي الآن إلى التدريب الأول وهو يريد مننا رتب الأحداث كما جاءت في الكصة رتبها بمعنى ما الأول ما الثاني ما الثالث حتى الأخير يلا نقول بسم الله ما رأيكم يا كرام ما أول شيء كانت أها المصري يشكو ابن عمر إذن هذه أو يسبق ابن عمر بالله صح المصري يسبق ابن عمر طيب بعد ذلك أها يشكو أحسنتم طبعا أو يضرب المصري ابن عمر يضرب المصري وبعد ذلك يشكو طبعا هذا المصري يذهب إلى المدينة ثم يشكو ابن عمر عندنا عمر بن الخطاب يطلب أحسنتم رقم أربعة طبعا هذه هو خمسة عمر رضي الله عنه يطلب حضور عمر وابنه وأخيرا عمر وابنه يذهبان إلى المدينة وهو هذه هي الفقرة السادسة كما علمناها أحسنتم ما شاء الله تبارك الله طبعا إذا أردنا أن نكتبها نكتبها كجمل كما ترونها أمامكم مرة أخرى بهذا الشكل طيب أحسنتم أحسن الله إليكم سنكمل أيها الكرام نكمل السؤال الثاني أو التدريب الثاني ماذا يريد منا التدريب الثاني يقول أجب عما سمعت أو مما سمعت عن الأسئلة التالية باختصار وهذه هي الأسئلة وكما ذكرت لكم سأتركها لكم واجب في المنزل تكملونه مع أهلكم مع أحبابكم مع من أردتم أيضا لدينا هنا في التدريب الثالث وهو أمامكم وائم بين القائل في القائمة ألف والقول في القائمة باء وائم بمعنى من الذي قال هذا القول من الذي قال عمر بن خطاب ولدينا المصري ولدينا ابن عمر بن العاص أنتم يعني إن شاء الله في المنزل تكملونه كنشاط بعد أن تستمعون مرة أخرى إلى نص السمع طيب نكمل أيها الكرام التعبير الشفهي والكتابي طبعا لدينا التعبير الشفهي والكتابي طبعا الشفهي بمعنى من خلال التخاطب من خلال الكلام والكتابي من خلال الكتابة طيب في التعبير الشفهي على سبيل المثال لدينا فيه التدريب الأول يقول ناقش مع فريق من زملائك الوسائل التي تحقق بها المساواة في الحالات التالية المساواة أمام القانون المساواة في التعليم المساواة في العمل المساواة في المعاملة المساواة في الحقوق المساواة في الواجبات هنا تتناقش أو تتحدث مع زميلك مع صديقك مع من يقول عن هذه كنشاط ثنائي وسأتركها لكم إن شاء الله تتدربون عليها أيضا فيما يتعلق بجزء التدريب الشفهي هنا يقول ناقش مع فريق من زملائك الوسائل التي تتحقق بها المساواة في الحالات التالية المساواة بين الأولاد المساواة بين الأغنياء والفقراء المساواة بين الحكام والمحكومين بين الرؤساء والمرؤوسين بين الجنسين وهنا نتكلم عن الرجال والنساء هنا نتحدث عنها كما ذكرنا في الثالث التدريب الثالث هل توافق أم لا توافق ولماذا هل توافق بمعنى did you accept or none accept ولماذا هنا هذه مجموعة من النقاط ممكن تتناقشون بها أنت ومن تحل وهذه كما قلنا هي نشاط شفهي نشاط شفهي يعني الحديث فيه أكثر من الكتابة طيب نكمل أيها الكرام بارك الله فيكم هنا الجزء الآخر وهو التعبير الكتابي writing التعبير الكتابي نستخدم ماذا الكتابة فيه طبعا في هذا التدريب أعد قراءة النص المساواة الحق النص الأول الوارد في أول الوحدة وقم بتلخيصه تلخيصه سامراي باسلوب مستعينا من عناصر التالية وهذه العناصر الإسلام والمساواة أمثلة من صور المساواة في التكاليف الشرعية المساواة في التنفيذ قصاص وأيضا المساواة في القضاء وهذه سأتركها عليكم نشاط كما يقول في المنزل or in home نكمل أيها الكرام أيضا هذا هو تدريب آخر في الجزء الكتابي أكتب موضوعا بعنوان المساواة في حياة الإنسان فيما لا يقل عن مئتي كلمة واستعن بماذا بهذه العناصر أهمية المساواة أنواع المساواة المساواة في الأمم القديمة عند العرب قبل الإسلام الإسلام والمساواة المساواة في المجتمعات الإسلامية والمساواة في عالم اليوم سواء في الغرب أو في الشرق المساواة عند المنظمات والمجتمعات الدولية عقبات أو مشاكل تحول دون المساواة بين الناس والمجتمعات ووسائل معالج أو تعالج تلك العقبات وهذا السماكة ذكرنا سيكون عليكم في المنزل كنشاط كتابي كنشاط كتابي تكتبون فيما لا يقل عن مئتي كلمة لا يقل عن مئتي كلمة سأتركها لكم كنشاط في المنزل هنا أيها الكرام هنا قاعدة كتابية الإملاق قاعدة كتابية ما هذه القاعدة هي كتابة الهمزة المتوسطة يعني تأتي في نصف الكلمة في منتصف الكلمة لاحظوا على سبيل المثال وهذه كما يقال على كرسي في المنتصف على الواو وأيضا الألف سواء بهذا الشكل طبعا فقرة الياء قبلها كسرة أو مكسور مثل كلمة رئة على سبيل المثال أو مكسورة يأس يأس بهذه الطريقة المضمومة إذا أردنا نقول قبلها ضمة مثل كلمة مؤمن أو مضمومة الشكل مثل كلمة هؤلاء هؤلاء المفتوحة قبلها فتحة مثل كلمة رأس أو مفتوحة يعني بشكلها مفتوح مثل كلمة ينأ أو قراءة وهذه كما ترونها جاية مستقلة بشكل آخر طبعا لاحظوا هنا أيها الكرام طبعا كلمة أقوى وكلمة أضعف ماذا يقول يلاحظ هنا أن القوة تبدأ من اليمين القوة تبدأ من اليمين فإن كان قبل الهمزة المتوسطة كسرة أو كانت مكسورة كتبت على نبرة أو يسمونها كذلك القرسي يعني في بعض المسميات فإن لم تكن كذلك انتقلنا إلى القوة الثانية وهي ماذا الضمة وهي الضمة فإن كان ما قبلها ضمة أو هي مضمومة تكتب على واو فإن لم تكن كذلك انتقلنا إلى القوة الأخيرة وهي الفتحة فإن كان قبلها فتحة كتبت على الألف وإن كانت مفتوحة وقبلها ساكن نظرنا في هذا الساكن نظرنا في هذا الساكن فإن كان صامتا كتبت على ألف وإن كان ألفا أو واوا كتب على الصطر كتب ماذا على الصدر وإن كان يا كتبت على نبرة أو ما يسمى مكسورة إذن هذا الشرح لكتابة الأمزة المتوسطة بهذا الشكل طبعا هنا بارك الله فيكم يعني بعض الأمدلة الهمزة المفتوحة وقبلها ساكن على هذا الجزء الذي يتعلق فيها صامت يعني ساكنت سايلنت ينقى مسألة يدأب ألف أو واو مسألة تساءل سوء ضوءه سوءه يا على سبيل طيب نكمل يا كرام أعتذر أعتذر عن الخلل طبعا كما ذكرنا الله يزاكم بالخير في هذا الجزء الأخير اللي هو يتكلم عن الهمزة المفتوحة طيب نكمل أيها الكرام بارك الله فيكم من خلال التدريب التدريبات أو التمارين سنتعرف أكثر على الهمزة التي تكتب في النص هذا التدريب ماذا يرغب يقولون منا؟ التدريب الأول صحح الخطأ الإملائي في الكلمات التالية إن وجد يعني إن وجد هل هناك خطأ؟ صحح إن لم يكن هناك خطأ لا نحتاج إلى تصحيح طبعا مجموعة كبيرة من الكلمات سنأخذ جزء ولن نأخذ الكل الباقي سأترك لكم كما يقال نشاط في المنزل طيب ما رأيكم في الكلمة الأولى؟ هل كتبت صحيحة؟ أو كتبت خاطئة؟ الأئمة ها ما رأيكم؟ هل هذه كتابة؟ أحسنتم نعتبرها كتابة نعتبرها كتابة أحسنتم أوكي نعتبرها كتابة خاطئة لماذا؟ الكتابة الصحيحة الأئمة بهذه الشكل أيضا تؤمن هل هذه بهذه الطريقة تكتب؟ الكتابة الصحيحة تؤمن هنا شعائر هل شعائر تكتب بهذه الطريقة؟ لا لا تكتب بهذه الطريقة إنما تكتب بهذه ها لئيم هل لئيم تكتب بهذه الطريقة؟ أحسنتم لا تكتب بهذه الطريقة ها أجئتنا لاحظوا أجئتنا هذه لا تكتب بهذه الطريقة؟ هذه لا تكتب بهذه الطريقة ها لاحظوا الكتابة الصحيحة شيئا دائما نخطئ فيها في الكتابة شيئا هل هذه الهمزة تكون على نبرة على كرسي أم تكون على ألف بهذا الشكل؟ ها الصحيح الصحيح تكون على نبرة شيئا تكون على نبرة ثم يأتي الألف بعد ذلك وعليه كما يسمى التنويم أخطاؤه ها راحضوا أخطاؤه أخطأوا بهذه الطريقة إذن ما شاء الله تبارك لك ماذا كنت لكم؟ مجموعة من الكلمات ليست بالقليلة كثيرة فيها بعضها أخطاء وفي بعضها يعني ممكن نتجاوز هذا الخطأ لكن البعض فيها أخطاء ولذلك نحن الآن عملنا بعض التصيح على بعض الأخطاء وسأترك لكم الباقي إن شاء الله في المنزل تكملونه مع أهلكم مع أحبابكم في تصحيح هذه الأخطاء نكمل أيها الكرام المساواة الحقة هنا هذا الجزء أكتب ما يملأ عليك طبعا المفترض أن يقول شيء وأنتم تكتبوا لكن هذه إن شاء الله يعني لاحق أن تعملونها أنتم مع أهلكم ننطلق للذية لي قاعدة المفعول لأجله قاعدة نحوية تتكلم عن المفعول لأجله في هذه القاعدة أيها الكرام سنتوقف اليوم بإذن الله وعلى لقاء إن شاء الله القادم نكمل من هذه القاعدة النحوية التي تحتاج منا إن شاء الله بعد الشرح بعد التفصيل ثم بعد ذلك ننطلق إلى التمارين حتى نؤكد ما فهمناه للمفعول لأجله طبعا نحن أخذنا المفعول به المفعول المطلع المفعول الأول المفعول الثاني المفعول الثالث المفعول المتعدي وأيضا الآن المفعول لأجله مجموعة حقيقة من المفعول به يعني هذه أنواع كثيرة في اللغات العربية طيب أيها الكرام جزاكم الله عنا خير الجزاء وأحسن الله إليكم أخيرا سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته